دمع فريق الوزاري بمنهاج الوزارة أو الحكومة القادمة شعارات التكنقراط ذهبت في مهب الفساد تلك خطة عادل عبد المهدي التي طرحها بداية تسلمه منصب رئاسة الحكومة مضت الأيام ولم يحدث الرجل أي تغيير في شكل العملية السياسية السابقة إلا بكسر تسلط حزب الدعوة على المناصب وتوزيعها على نطاق أوسع من الكتل والأحزاب هي عملية توجيه دفة الفساد من حزب الدعوة إلى الكتل الجديدة مصادر سياسية رفيعة كشفت أن عادل عبد المهدي عرض على تحالف الإصلاح الذي يضم سائرون وأتلاف النصر تسمية مرشحيهم لشغل المئات من الدرجات الخاصة والمناصب الحساسة في الجهاز التنفيذي الذي يقود البلاد في محاولة لترميم علاقته بالجهة التي تستحوذ على العدد الأكبر من مقاعد البرلمان أكثر من أربعة آلاف درجات خاصة تتراوح بين وكيل وزير ومدير عام تشكل العصب الرئيسي لأجهزات الدولة ما زالت تدار بالوكالة أو من قبل شخصيات محسوبة على أحزاب غادرت السلطة أو تراجع نفوذها يحاول عبد المهدي إعادة توزيعها مجددا على الكتل التي عززت مكاسبها في الحكومة الجديدة غالبية هذه المناصب ارتبطت بما يعرف بالهيئات الاقتصادية التي تنشئها الكتل السياسية لمتابعة أداء المسؤولين الأمر الذي يعطيها أهمية تناهز مكانة منصب الوزير في عدد من القطاعات ومن أجل ذلك اشتعل الصراع الحزبي على شغلها أمام ذلك يجد عبد المهدي نفسه الحلقة الأضعف في اللعبة وسط أقطاب قوية متصارعة فيلجأ الحاكم السوري إلى توزيع غنائم الدولة بأقصى درجات الحذر من إسقاط جهة لإرضاء جهة أخرى بلد بتوليا بداء عضال لا شفاء منه إلا بإسقاط العملية السياسية برمتها وهو ما لا يمكن حصوله في ظل تعقيد المعادلات الإقليمية والدولية التي تحكم العرام